يا حبيبي بيزنس اس بيزنس وكرة تجوز بين تشير وعلاقات العمل حاجة تانية ثم ما تنساش ان ريحة المكان لو طلعت هيشمها مجلس الامة وعشان نغطي ريحة الوعشة دي لازم نولع بخور والبخور عند العطار والعطار هيثلوس ثم انت جاي تكلمني على نص مليون جليه وانا ساكد على ابوك وانا عندي تسجيل بصوته يوديه ورى الشمس تسجيل ايه؟ ابوك يا استاذ بيهرب فلوس لسويسرا لك حق يا عمي انا اسف جدا وارجو ما تكونش زعلان مني لا افدا ده انت جوز بنتي وزاي ابني بالزبط دي الصينية اللي كانوا بيقدموا عليها القهوة للملك فاروق من قدك يا عم وفلت وناسبت اكبر مركز قوة في البلد والله فيك الخير انك فتبتلك عيب تقول كده ابو الزغريب ده انت صديق العمر اخويا واكتر من اخويا تعيش ابو البلابل والله انا اما فكرت اجيلك واطلب منك بتشوفك شغلان عينة وانا جيتلك عشان كده اه الزم صحيح ادي خمسمية جنيه والخمسمية التانية لما تتم العملية ايه؟ عايز الالف جنيه كلها مقدما مفيش مانعك اغصى عليك يا نبيل يعني انك مني غلبان ومش لقي اللضة عايز تشتريني بالفلوس معلش الله يسامحك انا عيشت السنين اللي فاتت دي احلم باني اكسب الالف جنيه دول باي شكل باي طريقة اكسبهم بالسرقة بالاكل لكن في العملية اللي انت بتطلبها مني دي يستحيل اخد مليم واحد ده عمل وطن انت لسه سكران ولا ايه؟ انا عمري ما كنت فايق زي دلوقت انا بس بلوم نفسي عشان ظلمتك وافتكرتك نسبت حسن قدري عشان تتمتع بنفوزه اتريك دخلت عرين الاسد عشان تتمكن كويس وتخلص البلد منه بلد مين يا عم اقول يا باسط يا بلد ابونا لا يا نبيل مش انت اللي تقول كده انت بتحاول تغير جلدك لكن مش هتقدر عايزنا اعمل ايه اكتر من اللي عملته انا بشر يا زغلول وطاقتي جهة حدود ما تطلبش مننا بقى المسيح وانت كمان متحاولش تعمل المسيح يعني اعمل يا هوزة اعمل ما بدالك لحد ما تقوم ثورة تاني ايوة تاني الاخطاء كتير قوي واكبر مني ومنك ومن كل الناس وياستحيل تتصلح الا بصورة وترجع لنبيل بتاع زمان نبيل اللي بيحب بلده وعايز يخدم اهل بلده وترجع انت لزغلول بتاع زمان وتطلع الدهب بالعلم مش بالفهلاوة ده انا طلع كنوز الدنيا كلها بس امتى امتى يجي اليوم ده امتى يجي وقت ما يجي ولحد ما يجي لازم كل واحد يشوف نفسه ويقمن حياته بنفسه ويفهم اننا عايشين في غابة الضعيف فيها بيندهس تحت الرجلين انا لازم اقوى واقوى وابقى صاحب نفوز وادخل الاتحاد الاشتراكي ومجلس الامة والعب لعبة الكراسي فاهم يعني ايه؟ فاهم معاك حق اوه يا بلد فيك حاجة محيراني نزرع الامح في اسنين يطلع القرع فثواني دهيك الكوثة حرة موسيقى 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 مش الرجل طلع انت جلد دول موضوك بالعكس ده هو احرص انسان على حياتي لانه عرف ان النيجاتيف موجود مع واحد في اوروبا اي حركة منه هتبقى فضحته بجلاجل مش كده وبس وده شريت تسجيل بصوته وهو مع صاحبه طب ايه ده؟ ده هدية بعتها لك حسن قدري نصيبه مؤدما من عملية المصنع اياه ربع مليون كاش وايه ده خمال؟ ده بقى نصيبنا من مجوهرات الاسرة الملكة اللي لهافهس حسن قدري ماذا معقول انا بيت؟ مش معقول لي يا بابا مش حضرته كان بيهدلك انا حلفت لازم اجيب دماغه الارض ايه؟ ايه بابا ماذا؟ كلمتك يا عمي ما يسلم الكاملتين؟ ألف سلام عليك يا هلباوي والله يا عمي مبايح خدنا حتة خطة والدكتورة ليه؟ ابداً مجرد صدمة من مفاجأة مكانش اتوقعها ده كلام يا عمي ده بتطلق عمرك متعودة عالمفاجآت؟ ايه ظهر ان عصابي ما بقيتش تتحمل الشغل زي الزمان عشان كده حكتب لنبيل توكيل عام بكل حاجة وانا شرفني ان احنا نشتغل مع بعض بس بشرط ما نشتغلش في الحشيش وما نشتغل في ايه؟ نشتغل في الهروين حيلا؟ ده خطته بمية وانت التلت وانا التلتين ليه بابا؟ لأن امرأتي هي اللي حتدخل بالبضاعة وظن ما فيش حد في مصر يستجري يفتش بنت حسن قدري حلاوة ده مية ميزة انا جوزي بشتغل في تهريب المخدرات وكما انا جديد اشتغل معك انت مش عارف الابنت مين؟ هههههههههههههه زهر انت اللي مش عارفه فضي يا هاني المتفرجة على ابوكي مبتحني اكينا الصور دي مزيق انا هوديك في دحية طيب صوته مش كده اطراضي هنديك الجدعة زي ابوك يا ساحي العمل اللي انت عايزوك نعم المال انا جوزتك ليه يا خان يعني انت مجوزتنيش على الحب لا حب ايه اللي انت جاية تقول عليه زيب المجرم اللي زيب كن لازم يتجوز واحدة مجرمة زيب كن لازم تتجوز احلام بتاعتك خاطئ لا تتوصقيش اسمع على الثاني هلو مالك يا ساحي مالك يا بابا مالك يا بابا مالك س RESUK صحورة ايه ده يا شطر ديني شديد وصور مقبولي جديد بتاعها كمل عليك بس النجاتيب والتسجيل الأصلي موجودين عن راحة الرضع هيسمع صوت طلقة الرصاص دي وتبقى في ضحة أبوكة جلاجل في كل إزاعات وجلاج العالم أظنني دلوقتي حتعملي اللي بغضك عليه ولا لسه برضو بنت حاسن قادر لا صاحش تشتغل في المخدرات مش عايزة إيش معي طلقني طلقني تبينك زوجة ناشس بس انت تدخلي بيت الطاعة عشان تبينك إلهقني يا بابا إلهقني يا بابا فيه إيه؟ ما زلسني منه يا بابا طيب حقا لنهو تطلع منه حالة طيب بس إيه ده إيه اللي انتي مسكرة في ميلي بدأ كنت عايزة أتله لماذا بزيت له تأتليه؟ تريعني نفسك عشان أولاد كلب زي ده ده أنا وديه وراء الشمس إزاي أولاد إنت تتجرى و تبينت إيدك عليها أنت فاهم إيه؟ الدنيا سايبة؟ ما فيش رجالة دفعوا عنها رجالة؟ نسأل خير يا بو علي أنت بالذات ما تتكلمش على الرجالة موسيقى 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 إنتي يا بنتي بنت زهالي ليه بس؟ أنا زهالته ما يعني حيضربك من غير سبب؟ نايزني أأملها جائز ده إيه لأأملها يا بنتي ده جوزك ومنحاقه الشرعي يعمل معاك زي ما ما عايز ده عيدي هرب مخدرات مخدرات اه مخدرات مش ده برضو حق الشرعي ولا اي حسن بيه وهي ملها يا ابني ادخلها في حجات زيدي هتدخل غصبا عنها وانت بنفسك اللي حتقنعها طلعني منه حالا انخذني منه سيدي لربا اهلوه بسياري تي اهلوه بسياري تي اهلوه بسياري تي اهلوه بسياري اهلوه بسياري تي